تضع الحكومة الجديدة حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دور في المجالات كافة على رأس أولوية عملها فهناك ملفات عداتها من المواطن تم مراعتها باختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية ثمت محددات تضم قضايا وشواغل الدولة والرأي العام وضع إطارها تمهيداً للعمل عليها خلال الفترة المقبلة ملفات عدة تهم المواطن تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقاً لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقاً لمحددات تأتي في صدارتها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقاً للظروف الخارجية هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير كما أن تطوير البنية الأساسية يأتي في مقدمة تلك المحددات من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات تعد أحد الركائز التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة في الوقت نفسه سيتم العمل على الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة فضلاً عن العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلاع في متناول المواطن المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وفيما يتعلق بالمشكلات التي تمس المواطن في حياته اليومية ستعمل الحكومة على إجراءات حل مشكلة الكهرباء حيث سيتم الإعلان في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري توقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف استكمال مشروع حياة كريمة الذي يمس جميع أبناء الوطن في الريف سيكون أيضاً من أحد شواغل الحكومة بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكثر للمرأة والشباب بالإضافة إلى استمرار الدور الكبير لمصر في الشأن الخارجي والملفات الخارجية وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات سيتم البدء في استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدداً من الوزراء بكل مجموعة ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزراء وفي هذا السياق سيتم عقد مؤتمر صحفي ثابت أسبوعياً عاقب اجتماع مجلس الوزراء لفتح ومناقشة مختلف القضايا وشواغل الدولة والرأي العام على مدار الأسبوع ترجمة نانسي قنقر